تحولت أحياء مدينة الحديدة إلى قنابل موقوطة بسبب انتشار معامل تصنيع الألغام الحوثية التي تتخذ من المدنيين الأبرياء دروعا بشرية ووصل بها الحال إلى ابتزاز الناس من أجل إجبارهم على الزج بأبنائهم إلى الجبهات في عهد الميليشيات تحولت الأحياء الواقعة خلف المستشفى العسكري بمحافظة الحديدة إلى قنبلة موقوطة بعد إنشاء معامل لصناعة الألغام فيها وقد ذهبت في انتهاكاتها إلى أبعض من ذلك حيث حددت ومنعت السكان من النزوح ثم قايضتهم بتسليم أطفالهم للجبهة مقابل الحصول على مساعدات تقدمها المنظمات الإغاثية والحوثيون ومن يشرف على توزيعها في المدينة لتتجلى بذلك أبشع صور الانتهاكات الحوثية التي اتخذت المدنيين دروعا بشرية أمام قوات المقاومات المشتركة التي ترابط في مطار الحديدة انتهاكات الميليشيات المستمرة خلق حالة من الرعب والخوف لدى السكان الذين يخشون من تعرض بيوتهم للإستهداف واصفين الميليشي الدموية بأنها حولت الأحياء إلى قنابل موقوطة الرعب يسكن الأحياء في ظل ظروف صعبة منعت الكثير من النزوح حتى لا تتمكن الميليشي من استخدامهم دروعا لإحماية الأسلحة ومعامل الغام والمتفجرات التي أقامتها في الأحياء دفعت هذه الممارسات والانتهاكات سكان الحي إلى توجيه مناشدة للمنظمات الأممية والدولية التي لا ترى ما يحدث في محافظة الحديدة طالبت فيها بتدخل لإجبار الحوثيين على وقف استخدام المدينة دروعا بشرية ووقف الابتزازات التي يتعرضون لها من قبل مشرفهم للحصول على مساعدات إغاثية وتزامنت الانتهاكات الحوثية على سكان أحياء المستشفى العسكري مع أخرى كانت من نصيب أرياف الحديدة إذ تفيد مصادر مؤكدة بممارسة ميليشيا الحوثي ضغوطات على مشايخ في المديريات لإحضار كل شيخ خمسين مقاتلة من منطقته من أجل إرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي الذي تتكبد فيها الميليشيات خسائر بشرية فادحة على يد قوات المقاومة المشتركة